متذكرين التعميمات اللي توصلنا إلها اللي بتتعلق بالحجم الذري للذرات واللي قلنا إنه التعميم الأول عم بتحدث عن حجم ذرات العناصر الموجودة في الدورة الواحدة وحكينا إنه حجم هاي العناصر عم بتقل بالانتقال ما بين العناصر الدورة الواحدة من اليسار إلى اليمين أما بالنسبة للتعميم الثاني اللي كان عم بتحدث عن الحجم الذري كيف عم بتغير ما بين عناصر المجموعة الواحدة اللي حكينا إنه الحجم الذري للعناصر الموجودة في المجموعة الواحدة بزداد بالانتقال من أعلى إلى أسفل وهلأ إجا الدور إنه نستخدم العوامل المؤثرة في الحجم الذري في تفسير هاي التعميمات لكن قبل لازم نتعرف شو هم العوامل اللي هي اللي بتأثر فيه الحجم الذري هم عاملين أولهم اسموا شحنة النواة الفاعلة ومن اسمها نبين إنه إحنا عم نتحدث عن الشحنة الفعلية للنواة اللي بتقدر من خلالها تجدب إلكترونات التكافؤ الموجودة في المستوى الأخير وتوصل العلماء إنه هاي الشحنة النواة الفاعلة بتتأثر بالإلكترونات الداخلية اللي بتكون محصورة ما بين النواة وما بين المستوى الأخير اللي سميت بالإلكترونات الحاجبة معناته توصل العلماء إنه هالشحنة النواة الفاعلة بتأثر في الحجم الذري كالآتي إيش يعني كالآتي؟ يعني بدنا نستخدم هاي المفهوم في تفسير أول تعميم اللي هو إنه الحجم الذري للعناصر الموجودة في الدورة الواحدة اللي هو بقلب الانتقال من اليسار إلى اليمين كيف ممكن نفسره؟ أول إشي لازم ننتبه إنه هاي العناصر الموجودة في الدورة الواحدة عدد الكم الرئيس لإلها ثابت معناته لما بيزيد العدد الذري لإلها هالإلكترون اللي بيفوت بيكون موضاف للمستوى الأخير يعني بيصير من إلكترونات التكافؤ وكل ما زادت هالإلكترونات التكافؤ بتأدي إلى زيادة تأثير شحنة النواة الفاعلة ولما بيزداد تأثير شحنة النواة الفاعلة بيأدي إلى جذب هاي الإلكترونات التكافؤ نحو النواة ويقل الحجم الذري لهذه الذرة معناته من الحكي اطلعنا باستنتاج كل ما زاد عدد إلكترونات التكافؤ زاد تأثير شحنة النواة الفاعلة مما يؤدي إلى زيادة قوة الجذب ما بين إلكترونات التكافؤ والنواة ويقل الحجم أما بالنسبة للعامل الثاني واللي هو عدد الكم الرئيس اللي رمزنا له بالرمز N هلا لما بدنا نستخدم هذا العامل في تفسير التعميم الثاني اللي هو عم بقولنا أن الحجم الذري للعناصر الموجودة في المجموعة الواحدة بيزداد بالانتقال من أعلى إلى أسفل أكيد لما بنتقل من أعلى إلى أسفل داخل المجموعة بيزداد عدد الكم ولما بيزداد عدد الكم اللي هو الرئيس بيصير فيه عندنا بتزداد المسافة ما بين النواة وإلكترونات التكافؤ في المستوى الأخير ولما بتزداد المسافة بتقلق والتجاذب معناته بيزداد الحجم الذري في هاي الحالة وخليه في بالكو لما بنتحدث عن عناصر المجموعة الواحدة بيكون تأثير شحنة النواة الفاعلة ثابت ليه؟ لأنه أي زيادة في عدد البروتونات داخل النواة بيقابله زيادة في عدد الإلكترونات المحصورة اللي سميناها إلكترونات الحاجبة أكيد المرة الجاي بدنا نستخدم هاي العوامل في حل أسئلة عم بتعلمنا كيف نقارن ما بين أحجام الذرات بنشوفكم